صحيفة الرواد اللبنانية تنشر مقابل أجرتها مع قاتل الرئيس الشهيد بشير الجميل حبيب الشارتوني ونائب نديم جميل يطالب عبر الامتفي مدعي عام التمييز بالتحرك سريعا لاستجواب المراسل عشية ذكر اختيال الرئيس الشهيد بشير الجميل التاسعة والعشرين صدرت صحيفة الرواد اللبنانية صباح الاثنين اتناش ايلول وعلى صفحتها الاولى عنوان مقابلة مع قاتل بشير حبيب الشارتوني يعترف فيها قتلت بشير ولست نادما المقابلة يتصفحها ابن بشير النائب نديم الجميل بعين الاستغراب والاسف ويقرأ فيها استفزازا للبنانيين ولكل مطالب بالعدالة هذه المقابلة هي بمثابة اخبار لمدعي عام التمييز سعيد ميرزا وللقضاء اللبناني فأنا بطلب منهم يتحركوا وبأسرع وقت لأنه مش مقبول نحنا اليوم مجرم قاتل رئيس جمهورية هربان من الحبس عم بيسرح ويمرح على الاراضي اللبناني ومحنا نعم بيقلوا وينك القضاء تحرك يروح يستمع لنيكولاس براندفورد مرسل التايمز بلبنان ومعه يتحرك يروح يستمع لشهادة ناصر عبد المحسن يلي هو عامل مقابلة مع المجرم حبيب الشرطوني من هون نحنا طلبنا بتحقيق دوله لأنه عارفين تماما أنه القضاء اللبناني منه قادر يضبط هيك مجرمين ويتوقف الجميل عندما قاله الشرطوني أن الحزب القومي السوري الاجتماعي طلب منه اغتيال الجميل هذا اعتراف واضح أن الحزب الأومي وسوريا مهمة بعملية اغتيال بشير الجميل وفي ذكرى اغتيال بشير يؤكد لابن حملة المشعل وإكمال المسيرة أقل الإيمان تابعنا أنه نستمر بخط يلي رسموا بشير الجميل وكل شهداء المقاومة اللبنانية يلي نحنا مستمرين على خطههم ولا تصريحاتهم ولا موقفهم ولا تهديدادهم ولا تحويلهم رح يخلينا نوصل أنه نركع أو نوقف أو نتعب أو نسلم قدرنا هيك أبدا بكلمة أبدا يختم الجميل حديثة من دون أن يطوي صفحات نضال سنوات بحثا عن الحق والعدالة